وينضم إلينا من واشنطن السفير مسعود معلوف الديبلوماسي السابق وخبير الشؤون الأمريكية سيد معلوف أهمية ذلك التمديد للمرة الثانية رغم الخلافات بين الجانبين أو بمعنى آخر ماذا لو لم يتم تمديد هذه الاتفاقية؟ نعم أولا تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام من المهم جدا كان أن تتم هذه الاتفاقية لأنها لو لم تتم في أجواء عدم الثقة المتبادلة حاليا بين روسيا والولايات المتحدة لكانت الأجواء تزداد توترا فالأجواء حاليا ليست على ما يرام والولايات المتحدة تتهم روسيا من جهة بأنها قامت في الأشهر الماضية القليلة الماضية قامت بعمليات قرصنة لإدارات أمريكية بينها إدارات أمنية ومن جهة ثانية أيضا الولايات المتحدة تنتقد روسيا على معاملتها للمناضل والمناهد لنظام الرئيس بوتين نافلني الذي تم احتجازه وسجنه لمدة تقريبا ثلاث سنوات منذ يومين اتخذ هذا القرار في هذه الأجواء إن توقيع الاتفاقية يعطي شيئا من عملية الثقة بين البلدين يمكن فيما بعد من معالجة الأمور الأخرى طيب لماذا التمديد وليس اتفاق جديد مع روسيا سيد مسعود لماذا تمديد وليس اتفاق جديد مع روسيا لماذا خمس سنوات وهو الحد الأقصى للتمديد وليس عام أو عامين وفقا لمطالب سواء في الإدارة الأمريكية لترامب أو إدارة بايدن نعم أولا هذه الاتفاقية كانت بالأساس مدتها خمس سنوات عشر سنوات عفوا وتنتهي صلاحيتها بعد يومين وكان من الممكن تجديدها لمدة خمس سنوات عندما تحدث الرئيس بوتين مع الرئيس ترامب في بداية عهد الرئيس ترامب منذ حوالي ثلاث سنوات ونيف طلب بوتين من ترامب تمديد هذه الاتفاقية ولكن ترامب في وقته اعترض على ذلك وقال أن هذه الاتفاقية ليست من مصلحة الولايات المتحدة وذلك انطلاقا من رغبته لأن الاتفاقية تحمل توقيع الرئيس أوباما انطلاقا من رغبته في محو أي إرث للرئيس أوباما وكان يريد اتفاقية أوسع تشمل الصين سيد معروف أليس كذلك؟ نعم كان يريد اتفاقية أوسع تشمل الصين أليس كذلك؟ كان يريد ادخال الصين ولكن العذر الأساسي له كان الغاء هذه الاتفاقية لأنها تحمل اسم الرئيس أوباما هذا كان خلفية عند الرئيس ترامب بالنسبة لهذه الاتفاقية والصين اعتذرت عن المشاركة في مثل هذه الاتفاقية وترامب رفض فيما بعد ما الذي اختلف في الرؤية الأمريكية الآن سيد مصعود؟ لم يختلف شيئا في الرؤية الأمريكية إلا أن الرئيس بايدن في بداية عهده لا يريد أن يبدأ عهده الجديد باتفاقية منتهية صلاحية في أجواء من التوتر وفي أجواء غير إيجابية مع روسيا ولذلك كان أفضل للولايات المتحدة ولروسيا وضع هذه الاتفاقية في تمديدها مثل ما تنص مادة الاتفاقية على أنها تمدد لمدة خمس سنوات عندما تنتهي بعد يومين من الآن فقد نفذ بايدن هذلك من أجل إيجاد أجواء مؤاتية لمعالجة الأمور الأخرى بين الولايات المتحدة وروسيا ليس من المناسب للرئيس بايدن أن يبدأ عهده بأجواء من التوتر عندما نعلم أن ما لديه من أولويات كثيرة في الداخل خاصة من أزمة كورونا ومن الأزمة الاقتصادية ومن الأمور الأخرى وفي أجواء كما قلت منذ لحظة من غير إيجابية مع الاتحاد الروسي لذلك تمديد هذه الاتفاقية كان أمرا جيدا جدا للولايات المتحدة ولروسيا لأنه يمكن من البناء على هذه الثقة التي دخلت الآن وللعالم لحظة الاستقرار والأمن العالمي شكرا جزيلا لك من واشنطن السفير مسعود معلوفة بلوماسي السابق وخبير الشؤون الأمريكية شكرا جزيلا لك